بس هاي سألك سؤال مهم جداً أنت راجل من أقدم أقدم الناس اللي اشتغل في مصر مهنة وكيل اللاعبين دي ربنا طابع لي أنا فاهم أنت مش موجود فيها دلوقتي عشان كده هاي سألك كخبير وكلاء اللاعبين ايه رأيك في اللي بيحصل اليومين دول ودايماً سيرة وكلاء اللاعبين وأنا دايماً باستغربها أنه كل شوية سيرة وكلاء اللاعبين دي بتيجي بالسوق مش بحاجة جيدة مهنة سيئة السمعة صح كده مهنة سيئة السمعة ايه رأيك في اللي بيحصله تحديداً قصة أولاً قصة الكندوسي وقصة الأهلي وبالعيد والكلام ده كله بتشوف الأمور دي ازاي مصر حضرتك القصة دي موجودة في كل العالم مش في مصر تحديداً مش في النادي الأهلي مش في النادي الزمالك مش في النادي الإسماعيلي هو جرى العرف أن ده بيكون موجود كويس لكن مش عاوزين أن الحالة دي أبرزت أن السواد الأعظم من الناس بيحصل منه أو أن أؤكد هذه الحالة من الأعظم أنا شخصياً تعاملت مع أمير توفيق أنا شايف أنه هو رجل يعني ما كانش فيه أي حاجة يعني تشبه أو تثبت عليه أي شبهة فيه خلال التعامل أنا مبطل من 2019 يعني داخلين على خمس سنوات آه يعني عمرك ما شفت في طريقة التعامل أنه يخش في أمور من النوعية يعني وكمان أنه كان من العبل يعني المهزبين يعني وحتى لما اشتغل اشتغل بيحترام على أقل الفترة اللي أنا تعاملت معه فيها ده ما يتعلق دي اللي أنت شاهد فيها يعني ده ما يتعلق بالموضوع ما يتعلق بالصراحات اللعب القندوسي لا ده بيحصل ما بتكلمش على القصة دي تحديداً جرى العرف اللي نادي بيستلطف وكيل أو فيه مصلحة برضو عشان أتكلم على الوجهين يعني أو أنه بشكل أو باخر بيرتاح للتعامل معاه فده اللي موجود